في إطار مبادرة مصر بلا غرقة نظمت هيئة الإسعاف المصرية دورة تدريبية عملية خاصة بإنقاذ الغرقة بنادي وشاطئ الفيروز التابع لمحافظة الإسماعيلية وقد شارك في الدورة مدربون من هيئة الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية وتم الاستعانة بأحد المكتات خلال تدريب العملية للإنقاذ وقد حضر الدورة عدد كبير من المنقذين المتواجدين بشاطئ الفيروز